زواج الممثلة التونسية درة زاروخ كان حديث الصحافة والسوشيل ميديا ليس فقط لأناقتها المعروفة حيث تألقت بفستان زفاف من تصميم المصمم العالمي زهير مرات ولا بأجواء الحفل ومشاركة الفنانين المصريين فرحتها بل بشيء آخر أثار الكثير من الجدل مع انتشار صور الزفاف وفرحة درة وتفاعل الجمهور مع الخبر ورسائل التهنئة ظهرت أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بأن درة زاروخ هي زوجة ثانية لعريسها المصري هاني سعد الذي يعمل مهندس سيكور ولديه أبنى من زوجته الأولى انقلبت الفرحة إلى غضب من جمهور درة زاروخ في تونس بلدها الذي يمنع بالقانون تعدد الزوجات كانت بلمانية تونسية قد هاجمت بشكل شارس درة على حسابها على الفيسبوك واخترنا بعضا مما كتبته فاطمة المسدي لأن أغلب ما كتبته كانت تجريحان يا من هوها أذلها وأذلني إلى السيدة درة زاروخ سيدتي الجميلة والأنيقة وبين معقفين كتبت المثقفة يؤسفني أن أكتب لك هذه الكلمات ولن أهنئك بزواجك لأنه زواج أذل المرأة التونسية كيف ترضين أن تذل المرأة التونسية البرغيبية وما الفرق بينك وبين الجواري؟ عديد من متابعي درة كانوا قد قاموا بتهنئتها لزواجها لكن الكثير من التونسيين استاءوا من زواجها من رجل متسوج أمي أعلق على الفيسبوك كانت درة ولت يعني صارت درة وتيتو كتب عيب يا درة فضحتنا لكن عددا آخر دفع عن درة وقال هذه حرية شخصية منهم منيرة محمد التي علقت اجدخلنا أحنا تكون زوجة ثانية والعاشرة هي حياتها الخاصة ومش من حق أي حد التدخل لازم الفصل بين حياتها وأعمالها وهي وأي مشهور في أي مجال بربي نرتقي شوية وبسبب هذه الضجة اذتر الدرة صباحة زفافها إلى الرد في إذاعة تونسية نستمع أنا أكد أني مرتبطة براجل المطلق أختار بشي عود حياته معي ونشكر الناس اللي هنائيونا وبيرقولنا ونقول للناس يعني اللي يروجوا في الإشعاعات ولي يعني ممكن يستعدوا في المياه العاكرة يعني ربي يهديهم ويظهر للحياة الخاصة بتاع كل حد تخصه هو برك كل واحد حر كل إنسان في الدنيا هذه الكل حر في اختياراته هو مطلق وليست زوجة ثانية هكذا حسمت درة زروق الجدل شاركنا برأيك هل تعتبر أن الهجوم الذي تعرضت له درة مبرر حتى إن كانت فعلا زوجة ثانية هل من حق جمهورها التدخل في حياتها الخاصة